بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم ضربة مرزبة ولميد دقيت شاكوش إبراهيم أهلا بك وشمانز أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في الحلقة سبعمية تمانية وتمانين من ملك وكتابة لقاء الخميس اللي جاي في وقت الأهل عريس ومحتفل بكل أفراحه وفجأة المهندس عادلي ضرب مرزبة وميت شاكوش ليه؟ بص ما يحدث على الصحة العربية حتى في كرة السلة أيوة داخل الملعب وخارج الملعب من جماهيره ده بيدي ثم بطولة كرة اليد داخل الملعب وخارج الملعب من اللعيبة والجماهير ما بيقولش غير كلمة واحدة بس أنه أهل الموعيد الكبرى يعني الضربة اللي بيضربها هي اللي بيسيب باصمة سوبر أفريقي يكسب أفطال تونس الاثنين الأفريقي والطراجي اللي هو كسب بطولة أفريقيا ويصبح النادي في كرة اليد اليوم هو النادي العرب والأفريقي الوحيد اللي مرتين في النسخة القديمة والنسخة الجديدة يصل إلى المربع الضهبي في النسخة القديمة 2007 ويصدفها يحصل على الميدالية الفضية اليوم يصعد المربع الضهبي اللي يلتقي ببطل العالم السابق ماجدبرج ملحمة بكل المقييس ولكن هنناقش موضوع الجماهير ده لأنه أجمل ما في الأمر ده كمان دي لحظة الموعيد الكبرى زي ما المهندس عادل أشار النهاردة الآله في إنجاز كبير جدا بيتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد بالسعودية الحقيقة هذا التأهل الكبير بطلوا والمؤثر فيه واللي لازم كلنا نسقف له ونحييه جمهور الأهل الكبير العظيم اللي توافد على مدينة الدمام من مختلف المدن السعودية شكل الجمهور في الصالة تعاون اللجنة المنظمة لأنه فيه نقطة معينة لازم أن نحيي عليها اللجنة المنظمة نادي الخليج السعودي كان منظم البطولة عنده مباراة في نفس الصالة صالة الشباب والرياضة في الدمام بعد مباراة الأهل مباشرة لعب مع الفريق الألماني ماجد بيرج وافق للأهل أن الصالة تكتامل وأنه عدد جماهير الأهل تزيد من ألف لتلات تلاف بشرط أنه جمهور الأهل يخرج بسرعة بعد المباراة عشان الجمهور السعودي يلحق يدخل فكان التعاون رائع جدا المهندس محمد صراج عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة نسق المسألة بالتزام شديد والجمهور الحقيقة انضبط والتزم وساند وفرح للأهل عشان نفهمك قيمة هذا الاتفاق انك انت بتشتري التذكرة كل يوم بتبقى المطشين فطبعا الجمهور السعودي ماتشوا التاني فاشترى معظم التذاكر فأصبح المتاح للأهل حاجات بسيطة لما تواصل المهندس صراج رئيس البعثة مع اللجنة المنظمة تفهموا أهمية أن يأتي جمهور الأهل حتى لإنجاح البطولة وكان الاتفاق هندخلكوا في سابقة أولى بتذكرة مستقلة ولكن تسيبونا الملعب فور انتهاء المباراة وهو ما حدث منتهى الالتزام من اللجنة منتهى الالتزام من الجماهير منتهى التعاون والتنصيق الواجب الإيجابي الذي يترك كل الانطبعات الجيلة على تنظيم البطولات الحقيقة كانت ملحمة أهلوية رائعة جدا في الدمام حضرها الدكتور حاسم الصفر رئيس الاتحاد الدولي لكرة الياد وحضرها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي كابتن الخطيب موجود في الأراضي المقدسة لأداء العمرة بعد البطولة حيتوجه مجددا إلى باريس عشان يستكمل برنامج علاجه تمثيلهم للأهلي في أفضل مستوى وتمنى لهم التوفيق بشرط أنه الكل يبذل كل اللي عليه في المباريات اللي جاية عشان يكونوا دايما عند حسن تمثيل للأهلي أنا بس عايز أتوقف على مجموعة من المعلومات والمؤشرات والدروس بسرعة كده الأهلي قد سافر إلى هذه البطولة دون دعم الأهلي سافر إلى هذه البطولة من غير جهازه الفن الجديد بجهاز مؤقت من الكابتن محمد الرهيم في أول تجربة تدريبية له والكابتن أحمد سالم وهم كابات نادي الأهلي العظام ومش بس ما دعمش ده أصيب واحد من أهم النجوم الصاعدة والمواهب الصاعدة في كرة اليد قبل أيام مع المنتخب الإلومبي اللي قلنا لهم سيبوا لعابتنا فاتعور مهاب الذي كان نجم الفريق الأول في البطولة الأفريقية كل هذه الصعوبات ويذهب الأهلي والناس حتى يدعى لقلبها ولكن يستلهم من الجمهور ثقافة الأهلي الأهلي بالروح يستطيع أن يفعل ويستحضر الكوامن وهنا بقى الدرس الكبير عرفته أنت اللي بتخسره أنت بتكسبه مش عشان الخصم عشان أنت أنت عندما تتوفر الإرادة واليقضى والتركيز أديك بتعمل الحاجات والإنجازات الكبرى وتأتي عشان تقول إيه معلش يمكن أنا بهيف في المحلي لكن لما أروح في الموعيد الكبرى كالعادة في كرة القدم أو في كرة اليد أهلي الموعيد الكبرى أمي أهلي شوف ولادك والبنود شوف كتيبك شوف رجالك والحشود أنت دايما في الأمام أنت دايما في الأمام وإن عرفت ليه إصرارك عن نسخة القديمة أي من هذا النشيد أي النسخة الجديدة رائعة وفي الأوبرا وبأداء رصين يعني أوبرالي ولكن الحيوية الضافقة وعبق التاريخ والربط بين كلمات الأغنية وتاريخ النادي الآلي بصور موسقة لأنا أنا أضم صوت صوتك حاجة أسمحها كده على طول إن شاء الله هيفضل دايما نشيد الآلي بيمتع جماهيره ترجمة نانسي قنقر